الساعة الاقتصادية متواصلة مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد عرفت الصناعة الوطنية لمواد البناء قفزة نوعية خاصة في السنوات الأخيرة على كلا المستويين الكمي والكيفي من خلال إرساء أسس متينة تسمح للجزائر بالانتقال من صفة المستورد إلى المصدر مع أرقام في ارتفاع مستمر وللحديث أكثر عن الموضوع ورحب من جديد بالإعلامة سيد سعيد أرزي مرحبا بك الأستاذ والخبير الاقتصادي أحمد حيدوسي مرحبا بك مرة أخرى مشاهدين الكرام نذهب سويا لمشاهدة هذا التقرير ولنا عودة بعد أكثر من مائة ألف مؤسسة من مختلف الأحجام لها علاقة بقطعي البناء والسكن تتوفر في البلاد تشغل أزيد من مليون وخمسمائة ألف عامل سواء على مستوى مواقع المصانع والوحدات أو في ورشات الإنجاز الصناعة الوطنية لمواد البناء عرفت قفزة نوعية لسيما خلال سنوات الأخيرة على كلا المستويين الكمي والكيفي من خلال إرساء أسس متينة تسمح للجزائر بالانتقال من صفة المستورد إلى المصدر مع أرقام في ارتفاع مستمر قدرات الإنتاج اليوم حققت ارتفاعا فاق الأربعين مليون طن سنويا فيما تقدر الاحتياجات الوطنية بإثنان وعشرين مليون طن تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الإسمنت والجس الخرسانة السيراميك ومواد أخرى ضرورية قد سمح فائض الإنتاج للصناعيين في هذا الفرع للتوجه نحو التصدير على غرار المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر جيكا الذي حقق بفضل صادراته مداخل تقارب مليار دولار في سنة 2022 فرع الخزف هو الآخر يعد من النشاطات الواعدة في القطاع إذ يتوفر على كميات إنتاج كبيرة تفوق المئتان مليون متر مربع سنويا مقابل احتياجات وطنية تتراوح بين مئة وعشرين ومئة وثلاثين مليون متر مربع سنويا إمكانيات سمحت بتصدير ما يفوق الثمانين مليون متر مربع سنويا نحو أسواق إفريقية أوروبية وأمريكية نتائج إيجابية تحققت بفضل سياسة التنمية والاستثمار التي تبنتها الحكومة بالاستعاضة عن الاستيراد وتفضيل الانتاج الوطني لإنجاز المشاريع بواسطة مواد البناء مئة بالمئة الجزائرية عود إليكم من جديد مشاهدين الكرام نبدأ معك أستاذ أحمد شاهدنا سويا هذا التقرير حمل العديد من الأرقام تكلم عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات مختلفة على غرار الإسمنت والجلس الخرسانة والسيراميك ومواد أخرى ربما هذا الشيء يقابل أيضا يد عاملة كبيرة ستكون مع هذا النشاط فعلا صحيح أن الجزائر اليوم مصلت إلى تحقيق اكتفاء الذاتي في مواد البناء نتحدث عن الإسمنت اليوم 40 مليون طن نتحدث عن الخزف فعلا أكثر من 200 مليون متر مكعب يعني بعدما كانت الجزائر تستورد هاتين المادتين في السنوات الماضية في السنوات الأخيرة استطاعت أن تتقوم بمجهودات كبيرة هذا من جهة لو يرجع بين التاريخ إلى 15 سنة من قبل أو 20 سنة من قبل الجزائر قامت بوضع برامج تنموية في بناء السكنات مليون سكان ثم 400 ألف و500 ألف وارتفعت الحظيرة الوطنية للسكن في خلال 20 سنة الماضية في حدود 4 مليون شقة إلى 9.6 مليون شقة اليوم حسب آخر الإحصائيات لكن لبناء السكنات في تلك الفترة احتجنا إلى ملايين من الأطنان من الأسمنت وكانت لزائر تستورد وكانت مفروض أن مصانع الإسمنت تكون في بداية سنوات الألفين لإنتاج شقة واحدة نحتاج كذا طن إسمنت كذا طن حديد كذا متر من الأسلاك الكهربائية كذا متر مكاعد من الخزاف نحتاج الكثير من المدخلات التي كانت مستوردة حتى مقبس الباب كان مستورد قاطعة الكهرباء الإنارة المصباح كان مستورد من الخارج وبالتالي هذا الذي وقع في سنوات الماضية اليوم جزائر استطعت أن تقوم بوثبة كبيرة في مجال بناء السكنات واليوم الحاضرة الوطنية حسب الإحصائية تقول 9.6 مليون شقة لما نقارنها بعدد الأسر في الجزائر تقريبا 9 مليون أسر وبالتالي الجزائر تقريبا حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الإسكان وبالتالي عندنا اليوم فائض في مجال إنتاج المدخلات مواد البناء اليوم في حدود إنتاج الإسماد في حدود 40 مليون طن الخزف كذلك في حدود 200 مليون متر مكعب اليوم فائض وبالتالي اليوم الجزائر تسعى إلى تصريف هذا الفائض وإلى أين خاصة إلى الغرب الأفريقي نعم وغلوج العديد من الأسواق الممكنة سيد سعيد بالعودة إليك صناعة الوطنية لمواد البناء عرفت قفزة نوعية خاصة في السنوات الأخيرة على كل من المستويين الكمي والكيفي ما تلق في الحقيقة يقول المثل ربا ضرة نافعة ومصائب قوم عند قوم فوائد في الجانب الاقتصادي نحن الجزائر كانت من أهم البلدان التي تستورد السيراميك من إسبانيا ثم فيه رجال أعمال كثيرين يعني اشتروا مصانع كي المصانع ربا من مصانع كانت جاهزة يعني ليست جديدة مئة في المئة ولكن استطعت أن تبني منشآت لمصانع الخزف عبر الطراب الوطني وهذا ما أهلا ما جعل من الجزائر الآن كما تفضل الأستاذ أنه الآن ربما بنينا أكثر من 9 مليون و 600 ألف شوقا الآن عندنا مواد بناء جاهزة من إسمنت وخارسانة الحديد الحديد الآن سواء في مصنع توسيال أو مصنع بلارا بقطر ستيل الآن يصدر إلى الخارج كذلك المؤسسات صناعة مصانع الإسمنت تصدر الآن إلى الدول الإفريقية يعني الآن لما أوروبا قامت بعملية تحويل المصانع من أوروبا إلى الدول الإفريقية وبالدرجة إلى الدول الساوية يعني على أساس الحفاظ على الطبيعة والبيئة إلى غيره لكن الآن الجزائر يمكن أن تستفيد من خلال أخر التجربة الأوروبية هناك مصانع ومستثمرين أوروبيين يمكن أن يأتوا إلى الجزائر يزيدوا يبنوا مصانع للصناعات تحويلية سواء البناء أو الخارسانة إلى غيره وكذلك نستفيد من التكنولوجيا نستفيد من التكوين ونخلق مناصب شغل من جهة أخرى هذا الفائض الكامل من المنتجات يمكن أن نقوم بتصديرها إلى إفريقيا الغربية إلى إفريقيا حتى إلى الدول الأمريكية أمريكا الجنوبية حتى إلى الدول الشرق الأوسط يمكن أن نصدر هذه المنطقة يعني الإسمان يصدر إلى أوروبا إلى أوروبا هذا يعني لما بديت الكلام تاعي أنه قلت مصائب قوم عند قوم فوائد يعني الآن فيها منفعة أن الجزائر تستفيد من هذا الفائض من خلال زيادة في الإنتاج ولعل ربما أهم المشاريع التي كانت مشاريع مجمدة بمشاكل بيروقراطية لما جاء وسيط الجمهورية السابق الحالي وزير الداخلية قام بحل عدة مشاكل إدارية لأكثر من 960 مشروع وهناك مئات من المشاريع المجمدة رغم أن هؤلاء المستثمرين لجل الأعمال عندهم مصانع عندهم البناءات القاعدية عندهم حتى الآلات إما عندهم مشكلة في مع مديرية البناء إما عندهم مشكلة مع الجمارك لأنه ما قدروا يجمر كل الماكينة تنتاحهم إما عندهم مشكلة مع الوكلة الوطنية الاستثمار من خلال الاستفادة لعندهم من الحوافز الجبائية والجمهورية حان الوقت الآن أنه نقضيه على رواسب البيروقراطية من أجل دفع عجلة التنمية من خلال إطلاق هذه المشاريع تولي 100% عملية باش نخلقوا يد عاملة ونخلقوا الثروة ولماذا لا يكون عندنا هذلك الفائض الذي يحول مباشرة إلى التصدير نعم بالحديث عن التصدير أستاذ أحمد العديد من الأسواق التي يمكن ولوجها وربما فرض الصناعة الوطنية بها ما هي أبرز الأسواق الممكنة حسب رأيك؟ فعلا اليوم الجزائر تعول خاصة على الغرب الأفريقي وإفريقيا بصفة عمه هو الغرب الأفريقي لماذا الغرب الأفريقي وأفريقيا؟ بالتحديد لما نشوف الخريطة الاقتصادية للجزائر لدينا اتفاقية شاركة مع الاتحاد الأوروبي لدينا اتفاقية شاركة في إطار المنطقة العربية الكبرى ولدينا اتفاقية كذلك شاركة مع منطقة الأفريقية لتبادل الحرص نجي نشوف أولا المنطقة الأولى هي أوروبا صحيح اتفاقية نص على أن يمكن المنتجات الجزائرية الدخول للسوق الأوروبي والحصول على الانتيازات لكن منذ توقيع هذه الاتفاقية في 2005 إلى اليوم أوروبا تفرض قيود بطريقة مباشرة غير مباشرة على المنتجات الجزائرية بعدة حجاج عدم وجود الجودة البيئة حتى ولو كان المنتج الجزائري ذو جودة عالية تبقى أن المنطقة العربية صحيح يمكن دخول المنتجات الجزائرية لهذه المنطقة لكن هذه المنطقة وجود المنتجات الآسيوية وجنوب شرق آسيا بقوة وابتلي منافسة المنتجات الآسيوية في المنطقة العربية صعب جدا معدى تونس أو بعض الدول القريبة جدا من الجزائر تبقى أن المنطقة الأفريقية صحيح أن المنطقة الأفريقية لا يوجد بساط الأحمر ما يشبه السهولة لكن أقل حدة في مجال التنافس يمكن دخول المنتجات الجزائرية والاستفادة من الامتيازات التي تقدمها منطقة التبادل الحر الأفريقي التي تنص على أنه يمكن اعتبار منتوج أفريقي ليكون نسبة الإدماج تاعة 40% واليوم الجزائر نتحدث عن إسما نتحدث عن العديد من المنتجات نسبة إدماجها أكثر من 40% وبالتالي يمكن استفادها من الامتيازات التي تقدمها المنطقة بالإضافة إلى قرب المنطقة من مناطق الإنتاج واليوم الجزائر عن طريق طريقة الوحدة الأفريقية تريد فتح معبر مع موريطانيا زويرة تيندوف كذلك فتح خط بحري مباشرة نحو موريطانيا وداكار فتح فروع بنكية وابتلي استفادة من الميزة التي تمنحها المنطقة الأفريقية وكذلك تدعيمها بكل الوسائل اللوجستيكية والمرافقة نعم أكيد ونسأل أحمد ضروري وضروري جدا ولوج هذه الأسواق أستاذ أحمد حيدو سير الخبير الاقتصادي والأستاذ الجميعي جزيلا شكرا على مشاركتك وتربيه الدعوة شكرا جزيلا كما أسعد أيضا وسعد بحضور الأستاذ سعيد أرزي العلامي وصحفي شكرا على تربيه الدعوة وعلى هذا الكم الهائل من المالوك شكرا سير ضعفة مشاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام موعدنا معكم لنهر اليوم نلتقي في عدد آخر بحل الله شكرا